يعني فرعون يعني من إفساده هو فاسد ومفسد من إفساده وهذا الأمر الذي يعني يلتصق به أنه قوننا الظلم يعني جعل له قوانين هو في بعض المراحل في الآيات قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني هو أصبح كأنه يخشى على أن الأمور تفسد ويقول هذا عن الداعية للإصلاح أين هو أصلا قال لموسى وقتلت نفسا فنجيناك من الرمي وفضلناك فتول هو الفرعون يقول له وكنت من الكافرين يعني أنت تشوف فرعون ما أوقف هو قتل كل الأطفال وبعدين ماسك على موسى أنه قتل هذه وقاحة بغير قصد يعني وقاحة فرعون هذه قونانة الظلم هي الآن موجودة ولذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله ما عبدناهم عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه الآية اتخذوا أحبارهم وارهبانهم أربابا من دون الله قال ما اتخذناهم قال أولا يعني يحلوا لكم الحرام ويحرموا لكم الحرام الحلال قال فهذه عبادته وكذلك فرعون هو سن قوانين هذه القوانين في ظاهرها أنها يعني لخدمة المجتمع هذه القوانين هي التي فرقت بين الناس وجعلتهم شيعة الآن توضع تسن القوانين للتفرق بين الناس وهذه جزء من الفرعن الكبير قصة عديبة قصة عديبة